موسيقى 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 بخير كل عام وجيش المصري البطل بخير كل عام وحضراتكم جميعا بخير في مصر وحضراتك تايزي يعني عايزين نبتدي مش هقول من سنة 73 ومن التخطيط للحرب بس عايزين نبتدي من من أول النكسة بداية من النكسة هو الحقيقة ما بنتكلم نكسة دي نكسة دي كلمة طبعا يعني أعلامية أو مادية هي حقيقة هزيمة الهزيمة حصلت في مش هكلم على 48 ولا 56 أنا حبتدي من 67 هزيمة الجيش المصري في 67 ما كانش سببها القائد أو الضابط أو صف أو الجندي المصري كان سببها القرار الخاطئ سواء قرار سياسي أو قرار عسكري اللي بنيه بنيه القرار السياسي ليه لأن النهاردة أنا أما أجي أعد قواتي لدخول حرب لازم يكون فيه إعداد لقوات إعداد لمصرح العمليات في هذا التوقيت بالذات إزاي أنا أسحب الأمم المتحدة من الحدود إزاي أقفل مضيق المضيق أمام العدو الصيوني وأنا أكثر من نصف قواتي موجودة في اليمن كان عندي أكثر من ثمانين ألف قائد وصف وجندي بمعدتهم بالنسبة للإستكمال مية في المية في الجمهورية اليمنية الشقيق ومن الموجود هنا يدوبك القوات بالنسبة للإستكمال حوالي أربعين في المية بتقوم بالدفاع على المناطق الحيوية وتأمين إذن أنا النهاردة غير مستعد للحرب إزاي أخش حرب فكان مكتوب على الحرب ده بالهزيمة للقوات الموجودة في سيناء أين اللي أنا عايز أقول لحضرتك برضو في هذا التوقيت إحنا عشان نعرف عظمة ما حدث في أكتوبر رمضان المجيدة تلاتة وسبعين لازم نعرف إيه اللي حصل في سبعة وستين حصل في سبعة وستين إن سيناء فارغة القوات اللي دخلت كانت غير مستعدة للقتال لم يكن هناك أعداد لبصح العمليات لن تكن هناك مهمة واضحة لقوات المسلحة وبالتالي اقتحم العدو الإسرائيلي قناة السويس وصل إلى قناة السويس إنت عارفين يعني إيه وصل إلى قناة السويس يعني دخل احتل منطقة من أرض مصر الحبيبة من ساحة أربعة وستين ألف كيلو متر مربع أتعلمي إن عندك إنتي من شرق برسعيد لغاية العريش ثم رفح المصرية ميتين وعشرين كيلو ثم من البردويل حتى رأس محمد عبارة ربعمائة كيلو أربعة وستين ألف كيلو متر مربع دي تساوي مساحة كبيرة جدا مساحة كبيرة لأن لو أصفنا فلسطيني المحتلة بما فيها الفلسطينيون في الضفة وغزة وما فيها المهاجرون الصهيونيون الموجودين هناك دي واحدة تلاتين ألف كيلو متر وربع سينة دي وحدة كاملة متكاملة مستقلة من أرض مصر مش بس كده تم تدبير قوات المسلحة المسلحة المصرية قوات الجوية تسعين في المية باخ القوات الموجودة في المية خمسة ومين في المية يعني كان خسائر جادة جدا أنشأوا واحد وثلاثين نقطة على القناة من جنوب رسعين حتى السويس وسبعتنشر نقطة يعني تمانية واربعين نقطة يسيطروا على المحاول المؤدية لخلص السويس في الضفة الغربية فكانت كارثة كانت هزيمة منكرة لم يكن المقاتل المصري سببا فيها طبعا هزيمة سرع ستين كانت يعني متوقعة بكل المقاييس تلاتة وسبعين من الذي اتخذ قرار حرب تلاتة وسبعين؟ تمام هو الحقيقة اللي أخذ قرار يعادل بلاء قوات المسلحة والتخطيط لحرب اقتحام المانع المائي وتحرير أرض سيناء على مراحل هو الزعيم الراحل جبال عبد الناصر اللي أخذ وصاحب القرار الحرب هو الرئيس الراحل محمد ألوار السادات وأنا عايز بس قبل ما نبدأ يا أستاذة يا فاضلة أحيي الشعب المصري اللي هو البطر الحقيقي للحرب تلاتة وسبعين عايز برضو أحيي الرئيس جبال عبد الناصر لأنه هو خذ القرار بتحرب الاستنزاف وجهز لحرب أكتوبا تلاتة وسبعين الرئيس أدور السادات اللي أخذ قرار وتوقيت حرب تلاتة وسبعين أحيي بقى شهداء تبانية واربعين ستة وخمسين سبعة وستين الاستنزاف حرب تلاتة وسبعين وحتى شهداء حتى الآن فإذا سمحت لي يا ابنة العزيزة نقف دي ونقرأ الفاتحة على الشهداء أستعذلك بسم الله الرحمن فضالي فن يعني معلومية حضرتك ولأبنائنا من شباب الشعب المصري الكريم أني لم تكن هذه حرب القوات المسلحة فقط لا أولا القوات المسلحة هو جزء من الشعب لأننا أبناء الشعب قوات المسلحة كانت تحارب على جبهة أما باقي الشعب من إعلام لشرطة لتموين لمواصلات لكله حتى الخدمة المدنية فكانت في الغرب لم يحنس أي حادث لم يحنس أي انتهاك لأمن وسلامة البلد طوال حرب تنسى عين فتحية للشعب المصري اتنين لأن شاهدت في الإعلام المصري وخصوصا يعني في بعض القنوات الفضائية أني بنركز على أشخاص لأ العملية دي عملية مستمرة زي ما حضرتك سألتيني وقلتلك الزعيم الراحل جبل عبد الناصر بدأ بإعداد إعادة بناء القوات المسلحة مع الوزير أمين هويدي والوزير محمد فوزي وجميع قالت القوات المسلحة أما كان وزراء سم العمليات بدأت من قبل من جمال عبد الناصر من سنة من بعد حرب بسرعة ستين برئيس هيطة عملات اللواء طالت حسن علي سومالي اللواء أحمد اسماعيل سومالي اللواء سعد مأمون سومالي اللواء اللواءات كلها إلى أن وصل إلى رئيس هيطة العمليات اللواء أركان حرب محمد غالي جبل السين وسائل الأركان أيضا من أول محمد فوزي إلى أحمد اسماعيل علي إلى مع احترامي الروتب طبعا كلهم قادتنا وقسات زيتنا إلى الفريق محمد أحمد صادق إلى الفريق سعد الشازدين فكل هؤلاء في النهاية الذين قاموا بتطوير كله ووضع اللمسة الأخيرة كان إسداد الفريق اللواء في هذا التوقيت اللواء أركض حرب محمد أعلاني جامسي وهو المهندس الناجح مع باقي رؤساء الهيئات والإدارات المختصة في عمل المسات الأخيرة الحرب أكتوبر الثاني المدير الناجح لإدارة هذه كان القائل الفعل لقوات المسلحة وهو الفريق سعد الشازدين لو تعرف حضرتك أن عمل كل الأسلحة والأفرع الأسلحة الأفرع الرئيسية وما أقول الأفرع الرئيسية أخذ القوات البرية القوات البحرية القوات الجوية قوات الدفاع الجو نترك مهمنا في التخصصية ونركز على حرب أكتوبر 73 إحنا عندنا قيود القيود اللي هو تأمين القوات البرية اللي هو من 10 إلى 15 كيلو إذن يجب أن يكون مهمتنا في هذه الحدود وراح عمل منشورات من 1 إلى 40 وشوف حضرتك بقى ونقل العزاء التخطيط 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 إعداد مصرح العمليات اللي حشتغل فيه أي التدريب إدارة العمليات ودي اللي بقولها عشان خاطر طبعا ما نقدرش نقول إن فيه بطل واحد لحرب السوبر هي جاية نتيجة تخطيط شامل لكل ربنا ولكن لكل قوات الهسرائي المنشور رقم 41 اللي أصدره رئيس أركان حرب قوات المسلحة بناء على خطة عمليات كان المنشور 41 هو الخطة الفعلية لعمليات القوات المسلحة في حرب 72 وتم تدريب جميع القوات التي ستشترك في الحرب في الرياح البحيري انشئ خط بارليف بالكامل عبر القوات عرف كل واحد دوره فين سواء كان في الموجات الأولى تسع موجات الأوارب ثم المهندسين العسكريين ثم باقي القوات العبور كان في نهاية اليوم حوالي 85 ألف قائد وصف وضابط وصف وجندي بكامل معداتهم على الضفة الشرقية وحققوا المهمة المباشرة وكنا منتظرين تحقيق المهمة التالية ان ينتقل حقق الصواريخ اللي بيؤمن القوات البرية للتحرك قداما عشان نقدر نحقق المهمة التالية وهو الوسوط إلى المضايا حديثك كنت في قوات الصعقة أنا أصلا من الصعقة وكل حياتي كان الصعقة والصعقة لم تكن فقط في مصر بل أنشأنا الصعقة في الجزائر أنشأنا الصعقة في العراق أنشأنا الصعقة في الدول العربية تقريبا من كامل كنت قائد قوات الصعقة في ليبيا سنة 69 لتأمين الثورة وتأمين الاتجاه الغربي لمصر اللي هو تجاه اللي أنا أريد أن أقوله في هذه اللحظة بنا نقوله إحنا لا ننسى معاولة الدول العربية والقوات العربية وخاصة الجزائر الشقيق لأن لا ننسى الأخ بومدين بعد انتهاء حرب 67 وفقدان أكثر من 85% من معدتنا وأسلحتنا في سيناء أنه ذهب بنفسه إلى قائد السوفيت إلى قائد السوفيت وعطى لهم شيك وقال لهم يجب أن تعوض بصر بكامل خسائرها التي خسرتها في 67 ويمكن أنا خارجتي في هذا التوقيت ولمدة ساعة كاملة في قناة دريم أقول مصر والجزائر ملحمة فداء ممنوع الاختراب منها قبل وبعد ماتشكورة الشهير اللي بحي هنا الدول العربية وخاصة الجزائر